قوة العادات لماذا نعمل ما نعمل في حياتنا الشخصية والعملية للكاتب تشارلز دوهيغ كيف تنشأ العادات وتترسخ في حياتنا اليومية والعملية وكيف تصير بعض المهام المعقدة أفعالا تلقائية مع مرور الوقت وكيف يمكننا تغيير عاداتنا وبناء عادات جديدة أكثر إيجابية وما العادة التي يمكنها أن تغير مسار حياتنا من خلال الفناجين الخمسة التالية سنتعرف ما يلي واحد انتقال العادات من فعل واع إلى فعل تلقائي اثنان حلقة العادات الثلاثية ثلاثة استبدال عادة قديمة بأخرى جديدة أربعة ترسيخ العادات الجديدة خمسة أهمية العادة الرئيسية الفنجان الأول تكون العادة في البداية فعلا واعيا ثم تصير فعلا تلقائيا جل العادات والأنشطة التي يزاولها الإنسان في حياته اليومية مثل المشي وغسل الأسنان وطريقة التحدث والتواصل ووقت النوم أو الاستيقاظ وغيرها من مئات الأنشطة والعادات احتاجت منا في البداية إلى مجهود عقلي جبار وإلى وعي تام وتركيز شديد هل تتذكر عندما كنت تتعلم ركوب الدراجة حينها كان عليك أن تتعلم كيفية الحفاظ على توازنك في الحين الذي تضغط فيه على الدواستين بشكل متناسق وتوجه المقود إلى الاتجاه الصحيح في بداية الأمر كانت العملية صعبة وتحتاج إلى تركيز تام لكن مع كثرة التدريب والتكرار تبني أدمغتنا أنماطا خاصة بهذا النشاط ويقل بالتالي الجهد العقلي المطلوب للقيام بهذا العمل وتصير تلك العادة مترسخة وثابتة إلى درجة تجعلنا نقم بذلك العمل بشكل غير واع تقريبا يفسر الباحثون هذه الظاهرة بأن العقل البشرية لديه القدرة على تحويل الأمور الرتيبة الروتينية إلى أنشطة لا تتطلب مجهودا عقليا كبيرا حتى يوفر طاقته للأنشطة الجديدة التي تحتاج إلى تركيز كبير فالعقل يسجل كل التصرفات التي تحتاج في بدايتها إلى تفكير ووعي يقظ من أجل اتخاذ القرارات ودراسة الاختيارات ومع تكرار هذه التصرفات يتم نقلها إلى منطقة خاصة بالأنشطة اليومية والعادات الروتينية في المخ فتصير عادات راسخة نؤديها بشكل تلقائي ولكن العادة الواحدة ليست فعلا مستقلا مجردا كما قد يبدو لنا بل إنها حلقة مركبة من عدة مكونات الفنجان الثاني تتكون كل عادة من ثلاث ركائز المحفز والفعل الروتيني والمكافأة من أجل تغيير عاداتنا لابد من فهم كيفية نشوئها وظهورها بالإضافة إلى فهم الركائز الثلاثة التي ترتكز عليها كل عادة من العادات مشاهدة التلفاز لوقت متأخر من الليل مثلا لا تعد عادة من تلقاء نفسها بل هي المكون الثاني من أصل ثلاث مكونات في حلقة العادات وتسمى الفعل الروتيني أما المكون الأول فهو المحفز أو الإشارة إن صح التعبير الذي يدفع عقولنا إلى القيام بالفعل الروتيني في حالة مشاهدة التلفاز قد يكون المحفز مثلا هو شعورك بالفراغ والملل أو المرور أمام التلفزيون أو ما شابه ذلك من الإشارات التي تحفز عقولنا لاستدعاء الفعل الروتيني وبعدها يأتي المكون الثالث لحلقة العادة وهو المكافأة ذلك الشعور الذي نحصل عليه عند قيامنا بالفعل الروتيني وهو من قبيل الشعور بالرضى والسرور والارتياح أو التخلص من الإحساس بالملل والضجر والوحدة أو ما شابه ذلك من الأحاسيس التي تكافأ بها عند قيامنا بالفعل الروتيني ولولا تلك المكافأة ما استمرت العادة ولكن هناك بعض العادات لا نحصل منها على أي مكافأة بل نفعلها طمعا في متعة ومكافأة كنا نحصل عليها في الأيام الأولى من ممارستنا لها وما عدنا نشعر بها اليوم ومع ذلك نستمر في القيام بذلك الفعل الروتيني فما السبب يا ترى؟ السبب هو أن أدمغتنا عندما سجلت هذه العادة بين سجلاتها حفظت معها شعورا بالرضى أو النشوة أو السعادة التي كنا نكافأ بها فصرنا كلما لاحظنا المحفز الدافع إلى القيام بالفعل الروتيني تذكرنا معه تلك المكافأة التي كنا نحصل عليها وبالتالي نسارع إلى فعل تلك العادة طامعا في الحصول على تلك المكافأة وذلك ما يحصل للمدمنين على التدخين حيث إن جسم المدخن يصير مستغنيا عن النيكوتين الذي يحصل عليه من السجائر بعد حوالي خمسة أيام من تدخين آخر سجارة وبالتالي فإنه أصبح مستغنيا عن السجائر كليا ولكن عقل المدخن يلح عليه في التدخين كلما رأى دليلا من أدلة عادة التدخين مثل علبة سجائر أو المرور أمام البقال الذي اعتاد ابتياع السجائر منه ويحفزه على ممارسة التدخين من خلال تخيل المكافأة باسترجاع ذكريات النشوة والإشباع الذي كان يشعر به عند التدخين تلك هي حلقة العادات بمكوناتها الثلاث المحفز والفعل الروتيني والمكافأة السؤال المهم الآن هو كيف نستفيد من فهمنا لهذه الحلقة في تغيير عاداتنا السلبية الفنجان الثالث لاقتلاع عادة قديمة لا بد من استبدالها بعادة جديدة ليس من السهل إصلاح العادات السيئة واقتلاعها من جذورها فهي مترسخة في نسيج أدمغتنا ومسجلة في ملفات يصعب محوها بشكل نهائي ولكن الأمر ممكن على كل حال وليس بالشيء المستحيل هناك وسائل وطرق متعددة يمكننا من خلالها تغيير العادات السيئة ومن أبرزها طريقة استبدال جزء من حلقة العادات وليس استبدال الحلقة كلها فذلك أكثر صعوبة وتعقيداً والجزء الذي يمكن استبداله هو الفعل الروتيني مع المحافظة على نفس المحفز ونفس المكافأة فإذا كانت العادة هي تصفح مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه أثناء أوقات العمل فعلينا أول الأمر أن نفصل بين المحفز والفعل الروتيني والمكافأة وقد يكون المحفز في مثل هذه الحالة هو الضجر من العمل المكتبي وأما الفعل الروتيني فهو التصفح والدردشة بينما قد تكون المكافأة هي الشعور بالاهتمام وإشباع الرغبة في التواصل فإذا رغبت في تغيير هذه العادة أي عادة تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات العمل يتعين عليك المحافظة على المحفز والمكافأة واستبدال الفعل الروتيني فقط في المرة القادمة التي تمر بها بما يحفزك على تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تمسك جهازك بل قم من مكتبك وتوجه إلى أحد أصدقائك في العمل وتحدث معه قليلا ستعود بعدها إلى مكتبك وقد حصلت على نفس المكافأة ستجد هذه الطريقة فعالة كلما أردت استبدال عادة سلبية بأخرى إيجابية أما العادة الجديدة التي نريد صنعها من الصفر فسنسلط الضوء عليها في الفنجان التالي الفنجان الرابع من أجل ترسيخ عادة جديدة لا بد من وجود ثلاثة أمور الإيمان والرغبة واتباع حلقة العادات جل المهتمين بموضوع العادات يركزون على جانب واحد في الغالب وهو القضاء على العادات السلبية ويغفلون جانبا آخر هاما وهو خلق عادات جديدة وترسيخها مثل عادة غسيل الأسنان مرتين في اليوم أو النوم المبكر أو مزاولة الأنشطة الرياضية أو اقتناء الكتب ومطالعتها أو غيرها من الممارسات الإيجابية التي ستضيف لحياتنا الشيء الكثير ومن أجل تحقيق هذه الغاية وترسيخ عادة جديدة في حياتنا فنحن في حاجة إلى ما يلي أولا الإيمان والاعتقاد لا بد من أن نؤمن بقدرتنا الذاتية على اكتساب عادات جديدة أكثر نفعا وإيجابية وأن نعتقد بصدق أننا قادرون على تغيير نمط حياتنا من خلال ترسيخ عادات جديدة نحن في حاجة إلى هذا الاعتقاد ليس فقط لترسيخ عادة جديدة بل لتغيير العادات القديمة أيضا ومن دون الاعتقاد القوي والإيمان الجازم بإمكانية التغيير والإصلاح فإن ذلك لن يحدث الأمر الثاني الذي يجب توافره هو الرغبة الملحة بعد أن تؤمن بقدرتك على خلق عادات جديدة وترسيخها من أجل تحسين مستوى حياتك فإنك ستكون في حاجة إلى تحقيق شرط ثاني وهو خلق الرغبة الدافعة إلى القيام بذلك الفعل وتكراره مرارا حتى يصير عادة ثابتة في حياتك اليومية وانطلاقا من هذه القاعدة عمدت شركات صناعة معجون الأسنان إلى إضافة مواد تشعرنا بالحيوية والانتعاش وذلك حتى تساعد تلك المواد على ترسيخ عادة غسل الأسنان حيث سيرغب الزبائن في تفريش أسنانهم ليشعروا بإحساس الانتعاش ثالثا العمل بمبدأ حلقة العادات والشرط الثالث لترسيخ عادة جديدة هو أن تعمل بمبدأ حلقة العادات وذلك من خلال تحديد محفزات تدفعك إلى القيام بالفعل الروتيني والبحث عن بعض المكافآت التي تل القيام بالفعل الروتيني التركيز على خلق عادة رئيسية واحدة قد يسهم في نسوء مجموعة من العادات الأخرى تباعا العادات ليست حكرا على سلوكيات الأفراد بل إنها تنشأ أيضا داخل المؤسسات وتحكم سير المهام واتخاذ القرارات داخلها وهناك تشابه كبير بين كيفية عمل العادات سواء لدى الأفراد أو لدى المؤسسات والشركات وتبقى العادة الرئيسية تلك العادة التي تظهر عادات أخرى تبعا لظهورها أو تختفي باختفائها هي أهم نقطة تشابه والتقاء بين عادات الأفراد وعادات المؤسسات ذلك أن العادة الرئيسية هي المفتاح السحري لتوجيه العادات الفردية والمؤسسية والتحكم فيها أما عن المؤسسات فقد أثبتت التجربة أن التركيز على خلق عادة رئيسية واحدة قد يسهم في نسوء مجموعة من العادات الأخرى تباعا واختفاء مجموعة من العادات غير المرغوب فيها لأن بعض العادات المحورية والأساسية ستؤثر تلقائيا على جوانب أخرى لم تكن متوقعة لما تولى بولونيال منصب المدير التنفيذي لشركة ألكوا الأمريكية إحدى كبرى الشركات في مجال صناعة الألومونيوم عمد إلى ترسيخ عادة واحدة إنها عادة الحرص على تحسين بيئة السلامة والعناية بالتدابير الوقائية الاحتياطية وجعل ذلك على رأس أولوياته حتى إنه في خطاب تنصيبه تحدث عن ضرورة تحسين تدابير السلامة أكثر من حديثه عن رفع مستوى الإنتاج وزيادة الأرباح فظن بعض المستثمرين أن هذا المدير سيجر الشركة إلى الإفلاس وأن الأوضاع المالية للشركة ستزداد سوءا مما دفع العديد منهم إلى بيع أسهمهم في الشركة إلا أنه في ظرف وجيز حققت الشركة أرباحا ولموا هائلا حيث إن العمال أحسوا بالاهتمام والتقدير وأسفرت تلك العادة الرئيسة عن عادات جديدة نتج عن مجموعها تقليل ساعات التغيب عن العمل والاشتغال بثقة أكبر وتفان أكثر مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاج وجودة المواد المصنعة وكذلك الأمر بالنسبة لعادات الأفراد فإنه يمكن تغيير مجموعة من العادات السلبية من خلال تغيير أو خلق عادة رئيسية واحدة ففي تجربة قام بها باحثان أستراليان على بعض المتطوعين أظهرت نتائجها مدى تأثير العادة الرئيسية على مختلف نواحي الحياة ولقد ركز الباحثان في تلك التجربة على ترسيخ عادة رئيسية وهي ممارسة التمارين الرياضية بالنوادي وبعد شهرين من التركيز على تلك العادة وحدها درس الباحثان حياة المشاركين في التجربة فوجد تحسنا ملحوظا في نمط عيشهم بشكل عام إذ تحسن المستوى الدراسي للطلاب وأقلع بعضهم عن الإدمان وخلقت المجموعة علاقات اجتماعية أكثر متانة وصار معدل إنفاقهم أكثر اعتدالا كانت هذه الفناجين لكتاب قوة العادات لماذا نعمل ما نعمل في حياتنا الشخصية والعملية للكاتب شارلز دوهق الرسالة الأساسية في هذا الكتاب من خلال فهمنا لطريقة تكوين العادات وكيفية عملها وتعرفنا على الأجزاء المكونة لها نستطيع حينها تغيير عاداتنا السلبية وخلق عادات جديدة بدلا من تلك القديمة غير نافعة نصائح قابلة للتنفيذ واحد تأمل وفهم عاداتك جيدا قبل البدء في تغييرها لاحظ أفعالك وتصرفاتك وادرس عاداتك بشكل واع حتى تستطيع الفصل بين الدلائل والأفعال الروتينية والمكافآت لتعرف من أين تبدأ وما الذي يجب تغييره تحديدا استفد من عاداتك القديمة من أجل ترسيخ أخرى جديدة عند فصلك بين المحفز والفعل الروتيني والمكافأة في عادة قديمة سلبية استفد من ذلك في خلق عادة جديدة من خلال استبدال الفعل الروتيني بآخر أكثر إيجابية مع الحفاظ على نفس المحفز والمكافأة نصل هنا إلى نهاية التلخيص نأمل أن يكون قد أعجبكم سنكون سعداء جدا إذا تواصلتم معنا لتبدو لنا ملاحظاتكم فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى شكرا لاستماعكم لهذه الفناجين نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة إلى اللقاء